سنأتي إليك نشد الرحال ويعال الأذان أذان بلال سنأتي ببأس لأهل الخنى ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الأسل الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد فإن هذا الوقت العصيب الذي تمر به فلسطين وأهلنا في فلسطين في كل أنحائها سواء في داخل الخط الأخضر أو في غزة أو في الضفة في كل أنحائها تمر بمحلة عظيمة لأن هذا العدو الصهيوني المعروف المعلوم العدو على مر التاريخ هؤلاء أعداء الإسلام وأعداء نبي الإسلام وأعداء رسل الله هم قتلت الأنبياء يوجهون أقوى الضربات بأحدث ما عندهم من عتاد وعدة ومن آلة مدمرة أخذوها من الغرب من أمريكا ومن غيرها يدمرون هذا هذا الشعب ويقتلون هذا الشعب كما يقال بدم بارد ونحن نوجه كلامنا إلى إخواننا في فلسطين أن يصبروا وأن يصابروا وأن يعلموا أنه كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عزيز حكيم فالفرق بينكم وبين اليهود أنهم يألمون وأنكم تألمون ولكن الفرق بينكم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون ترجون الشهادة والنصر من الله سبحانه وتعالى فهذا يدعوكم إلى الثبات وإلى الصبر وإلى مقارعة هذا العدو والمقاومة الجهاد في غسة وفي غيرها يعني وجه ضرباته المؤلمة القاتلة المزعجة لهذا العدو فإن هذا العدو يا إخواني في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام هذا العدو لا يستطيع أن يتحمل على مر الزمان حروب متتالية وصواريخ تقذف عليهم من هنا ومن هناك لا يستطيعون إذا كانوا في كل مرة يحاولون أن يضربوا فلسطين وأن يضربوا المقاومة وتواجههم بهذا النوع من الأسلحة في كل يوم وفي كل معركة بسلاح جديد فإنهم سيهاجرون سيتركون هذه الأرض لن يستطيعوا البقاء فيها هؤلاء أحرص الناس على حياة كما قال الله تعالى هم أحرص الناس على حياة يعني فحرصوا على الحياة وعلى المال وعلى يعني للرفاهية يجعلهم يتركون هذه الأرض الأمر الآخر يعني صبركم وثباتكم في هذه الأرض ومواجهاتكم للعدو هذا أوجبه الله تعالى عليكم أجمعت الأمة فقهاؤها ومذاهبها كلها أجمعت على أن العدو إذا دخل أرض قوم وجبت الجهاد تعين الجهاد فرض عين على كل من هو هناك فهو القتال الآن فرض عين على من هو في فلسطين كله وقالوا إذا كان ما فيهم عدة أو ما فيهم إمكان أو ما فيهم قوة لدفع العدو يتعين الجهاد على من يليهم من المسلمين ثم على من يليهم فالجهاد الآن متعين على إخواننا في مصر الجيوش المصرية والأردن هذه دول الطوق تعين الجهاد عليها أن تنصر إخواننا في فلسطين وإلا لماذا يعدون الجيوش لقتال شعوبهم لقمع شعوبهم ينفقوها الأموال على جيوش عشان تضرب الشعوب وتقمع الشعوب يعني فبالتالي إخواننا في فلسطين لا تيأسوا ولا يصيبكم إحباط وإصبروا وصابروا واثبتوا فيما أنتم فيه فهذا شرف نلتموه والشهادة لكم شرف عند الله سبحانه وتعالى وما يصيبكم من نصب ومن وصب كله يقيد في سلال أعمالكم يوم القيامة وهو شرف لكم لأنكم تدفعون علي الأمة تتحملون هذا الواجب على الأمة كلها الأمة المتخاذلة الأمة المتكاسلة الراكين إلى الحياة هذه الأمة كله يعني كل ما يجب عليها أنتم حملتموه عنهم فبالتالي هذا شرف لكم حستموه وأنتم اللي وصفكم من أبو سلم فعندكم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يعني لن تزالوا يعني في مقاومة هذا العدو وفي ضرب هذا العدو على مر الزمان الأمر الآخر أن من يدعو إخواننا في فلسطين إلى الخروج منها وإلى تركها هذا يهيئ الظروف هذا يخدم العدو حتى تخلو له الأرض لو لا المقاومة وبقاء إخواننا في ديارهم وفي أراضيهم لأخذت فلسطين بكاملها من زمان لكن فلسطين الآن أرض مشتركة يقيم فيها المسلمون ويقوم فيها اليهود والغلبة للمستقبل إن شاء الله من يكون قوته أكثر وبشره أكثر وتأثيره أكثر هو الذي يغلب فالغلبة آتية يعني أنا قرأت تغريدة لتنياهو وتغريدات للمعظم أهل الإسرائيليين يقول فيها يقول أتمنى أن أصيب بإسرائيل إلى الاحتفال بالعيد المئة يقول ولكني أشك في ذلك لأن التجارب والحروب مع المسلمين علمتنا أن بقاءنا في المقاوم وفي قتال العدو لا يتجاره ثمانية سنة فهو يتوقع أن هذا كله يعني لا أمل لهم في البقاء وأنه بعد ثمانية سنة سينتهون وهذا وارئ تتغير الموازين والقوى يعني إذا كان ويعني حماهم للإنجليز فترة من الزمان فلما ضعفت بريطانيا ويعني وظهر نجم أمريكا تعلقوا بها فغدا سينتهي نجم أمريكا هي آفلة الآن يقيلا فمن سيظهر ستكون الصين مثلا هذه الصين ستغير سياساتها لن تكون مع اليهود ستغير السياسات ثم الأمر الآخر يعني نحن لا نعتمد فقط على الموازين القوى في العالم فهذا يعني نوع من الحسبان تحسبه في سياساتك لكن نعتمد على قوة الإسلام فالإسلام قوي وسيعود قويا وهنا هذا مصر النبي صلى الله عليه وسلم وذا بيت المقرس يعني أول يعني أو ثاني مسجد بعد مسجد الحرام أسس يعني فالله تعالى بناء هذا البيت ليكون يعني للناس والصلاة فيه بخمسمائة صلاة كما قال نفس السلم فمقاومتكم ودفاعكم وما رأيناه من شجاعتكم ومن نسائكم المرأة تقول يقتل أبناؤها وتقول لو عندي زيادة أعطيه لبيت المقرس رأينا النساء جئنا من مدن بعيدة من قرى بعيدة يعني يقطعنا المسافات ويعني ويخلنا طرق التفافية عشان يتخلصنا من العدو فتقول إحداهن يسألها يعني تقول نعم هذا من أجل البيت المقرس تقول إيه ويستحق زيادة نفديه بدمائنا فهذا يعني الله تعالى زرعكم هناك يعني خلقكم هناك فلا تيأسوا ولا تبتأسوا ولا تنظروا إلى تخاذل يعني العرب من حولكم والمسلمين جميعا لا تنظروا إلى هذا ولا تنظروا إلى المطبعين فهؤلاء عملاء هؤلاء يعني قضوا على أنفسهم على تاريخهم سيظترهم التاريخ بأنهم يعني باعوا القضية هؤلاء أشبه بملوك الطوائف في عهد في غزو التتار فبايعوا ومالأوا العدو من تحت هؤلاء أشبه بالحشاشين في جبل لبنان الذين كانوا كلما جاء عدو لأرض الإسلام ما لأوه وأعطوه المعلومات ولكن انتهوا أين هم الآن أين تاريخهم الآن فالمتخاذلون والخوانة هؤلاء لا بقاء لهم فقط سيهتمون في التاريخ أنهم فعلوا وصنعوا فبالتالي لا يفيدهم يعني هذه الدول القزمية التي ليست بدول يعني البحرين إيش هي كم مسحتها لا ترى على القريطة وتقول طبعنا مع العدو الصهيوني سيحمونكم لن يحموكم هؤلاء فقط يستعملونكم الآن ثم يرمونكم في البحر غدا إسرائيل تريد أن تكون هي الدولة الأولى في هذه المنطقة تريد أن يكونوا ما يسمى بالاتحاد اتحاد الأمة الإبراهيمية الذي صنعته الإمارات هناك وقدمته للناس كأنها تريد أن تقضي على الإسلام يقول الديانات الإبراهيمية يعني اليهودية والمسيحية والإسلام هذه ديانة واحدة لا فرق بينها صلي كما يصلي اليهود أو كما يصلي النصارى فأنت من هؤلاء فهذه ردة عن الإسلام هذه ردة عن الإسلام إن الدين عند الله في الإسلام ومن يفغي غير الإسلام فلن يقبل منه فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا لكن هؤلاء الناس من النصارى هؤلاء اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا ويعني دياناتهم لم تكن هي ديانات السماء التي نزلت وإنما هي ديانات محرفة يعني وجعلوا لله تعالى أو لأولاد اليهود جعلوا عزير ابن الله والنصارى جعلوا المسيح ابن الله جعلوه إله جعلوا إلى الآله ثلاث وكذا فهذه الديانات التي انتهت وصارت مزورة ولا يخذ منهم شيء فيريدون أن يعيدوها إلى الصدارة ويحكموا بها العالم الإسلامي فعلى الأمة أن تنتبه وأنتم يا أهل فلسطين أكرر وأقول أنتم كتب الله تعالى في الأزل أنكم أهل هذه الأرض وكتب الله تعالى في الأزل أنكم ستحاربون ويهجم عليكم وتقاتلون ولكن ستصبرون وستكون الغلبة في نهاية الأمر لكم لو أن الأمور كما يريد هالأعداء لانتهت من 48 أو قبلها حينما دخلوا فلسطين وقتلوا الناس في بيوتهم لكن بقي الناس هناك وكم من حرب نشأت وبقي هؤلاء إلى الجيوش العربية التي كانت يعني ومعاهداتها مع إسرائيل كلها وقعت وطبعت يعني حكامها القذية الأمة في حكامها هم الذين باعوا الأمة وإلا لو احتفظوا بشرف الأمة وقوتها وعزتها واتزموا القوة والمقارعة العدو العدو ليس له قوة وليس له وجود في هذا المكان هم يريدون أن يزعوها يعني دولة اليهود في محيط يعني لا يسمع بزراعتها فيه هذا المحيط يعني من المسلمين مليار وسبعمية مليون منهم مليار ونصف من أهل السنة فكيف تبقى إسرائيل عقلا لا تبقى إسرائيل ستنتهي يومها الأيام لن تبقى في هذا المحيط وإن طبع الحكام لكن الشعوب لن تطبع انظروا إلى الأردن طبعت الحكام لكن الشعوب تقاوم وتعترض وتتظاهر اليوم مظاهراتهم في هذه الأيام صاخبة انظروا إلى مصر لا تجد مصر واحد ثمية مليون مصري يزور إسرائيل سياحة لا تجد مهما طبعها الدولة الدولة تريد أن تججع الناس على أن يمشوا كلهم لإسرائيل ليكونوا من أبنائها لكنهم يأبون المسلم يأبى هذا الكلام بالتالي يعني وجود هذا الكيان هذا الجسم الغريب في بصل الأمة الإسلامية وجوده نشاز كما يقال وهو زائل لا محالة سيزول ويعني أخبرنا القرآن الكريم عن ما يجرد على اليهود وكيف أنهم قتلوا ومحقوا ثم عادوا ثم محقوا وإن عادوا سيمحقون سيصدد الله تعالى من يمحقهم وقد يكون الأمر أوهلاكم على أيدي المسلمين ورأس الحربة هم أهل فلسطين فبالتالي يا أهل فلسطين يعني مهما أسبتم فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون وهذا يكفي أن ترجوا من الله الشهادة وأن ترجوا من الله النصر وأن ترجوا من الله الرضوان على ما أصابك لا تلتثوا إلى المخذرين إلى من يعني يسمونهم علماء الصلاطين الذين يقولون لا تبقى وهذه الصواريخ العبثية ليست عبثية ألجأت جعلت اليهود كلهم في الملاجئ أخافتهم وأرعبتهم وهذه تجعلهم يعني يجلسون للمفاوضات ويجلسون للتفاوض فبالتالي والأمر الآخر من يخذل من المسلمين هذه الحرب الأخيرة كان سببها بيت المقدس تدنيس بيت المقدس ودخول بيت المقدس وإخراج أهله منهم من بيت المقدس ويعني إخراج الناس من حول بيت المقدس من مساكنهم وأخذ بيوتهم بالقوة فكيف يخرج الإنسان من بيته وأين يذهب يا من تقولون يا أيها المثبتون يا أيها المخذلون أين يذهب هؤلاء من سيستقبلهم لو جاءوا إلى حتى الدول العربية لن يقبلوهم فبالتالي يعني صبرهم على ما هم فيه هذا قدرهم والله تعالى يقدر على الناس أقداره فكل وقدره فلكن قد يكون القدر هو قال امتحان وخير للناس لأن من مات فهو شهيد إن شاء الله نحسبه أن الله تعالى شهيد ومن جرح ومن أوذي ومن النبي السلام في الحديث يقول يعني إذا كتب الله للعبد منزية لم يبلغها بعمله ما عند عمل يوصلها أخذ من ماله ومن بدن أم ولدي حتى يبلغ وأنتم أخذ من أموالكم في كل يوم تدمر وأخذ من أبدالكم الجروح والموت والقتل وأخذ من أولادكم فقتلوا أمامكم أولادكم فحتى تبلغ ذلك المقام الذي كتبه الله لكم في الجنة وقضى في أزله أنكم لن تبلغوا هذا المقام حتى يأخذ منكم من المال ومن البني ومن الولد فأنتم يعني هذه كرامة لكم وأما الدنيا فزائلة يعني الدنيا كلها زائلة لا بقاء لها من يعور الدنيا ويحسب ويجعلها رأس مال لا بقاء لها وإنما هي بلاغ إنما هذه حياة الدنيا بلاغ فكلها سائرة إلى الموت من لم يمت بالسيف مات بغيره تعبت الأسباب والموت واحد الكل ميت وسيدنا معاوي رضي الله سيدنا خالد موليد لما يعني قارع الأعداء يعني في مواقع أكثر من مئة موقع ولا كذا فأمت على فراشه هكذا فيقول يعني ليس في بدني يعني مكان إلا فيه طعنة رمح أو ضربة سيف أو كذا أو كذا وها أنا أذا أموت على فراشي كما يموت البعير رغم أنفه فلا نامت أعين الجبناء فلا نامت أعين الجبناء فالجبناء الذين يحيطون بها الجبناء من أمة الإسلام كلهم من أمة العرب كلهم هؤلاء لا نامت أعينهم لكن لو فتحت الطريق لو أن هذه الحكومة الدول الدول الضوغ فتحت الطريق للناس المجاهدين والله لدخلتها الملايين وأكلوا اليهود أو لا أكلوا اليهود أكلا لكن هؤلاء حراس اليهود حراس بني إسرائيل يدفعون ويمنعون شعوبهم لا يدخلوا بجيوشهم ويمنعون الناس من الدخول إلى هناك يمنعون السلاح يمنعون الأكل يمنعون الشرب يمنعون الدواء الآن غزة وفلسطين بسفة عامة في أشد الحاجة إلى الدواء إلى الأكل إلى الشرب الناس خرجوا بيوتهم يعني دمرت على رؤوسهم وذهبوا إلى الملاجئ من يطعمهم تتركوهم للمؤسسات الخيرية في الغرب من دول الكفري تتركوهم هكذا يا أصحاب الأموال الدول صاحبة الأموال صاحبة المليارات عليكم أن تعطوهم ليعملوا الحرب ستنتهي ستنتهي والمقاومة الفلسطينية الآن يعني أظهرت إبداع جديد الذي دوق اليهود ولم يحقبوا به ما يريدون أهدافهم من الحرب أنهم لم يعرفوا المقاومة أين هي الصواريخ تخرج من أين تخرج في بقعة كلها ثلاثمائة وستين كيلومتر مربع بحجم مدينة يعني متوسطة تعت مليون يسكن فيها مليونين هكذا كالركام على بعضهم وفيها ملات خيري فيها الزراعة يعني تقول لما تكون زراعتهم من خضروات وغيرها تكفيهم هذا ملات خيري يعني كلها يعني عشرين كيلو في خمسة كيلو تقريبا أو 16 كيلو هذا كلها كلها ففيها الزراعة وفيها الصيد وفيها كي وفيها تربية الحيوانات اكتفاء ذاتي عندهم من أين هذا الخير فبالتالي نحن ندعوكم إلى الصبر والثبات وبل أنتم الذين تعطوننا القدوة الحسنة وتعلمون الناس الدروس وتعلمون المسلمين الدروس فينبغي الآن أن معبر رفح يكون مفتوعة على مصاريعه تدخل الشاحنات والطائرات تأتي بالطعام وبالأكل وبالسلاح إذا كان الجيش المسلم لا يقاتل يعطيهم السلاح ليقاتلوا لكن كيف يعادي أهل فلسطين لأن من يقوم بالمقاومة ينتسبون للإسلام هل صار الإسلام عدوا لكم أيها الحكام وأنتم تقولوا لا إله إلا الله ونحن مسلمين هؤلاء عبارة عن أنهم قالوا نحن لا نستسلم لا بد أن نقوم أعداءنا لا بد أن نقوم في وجوه فقط من هذا الباب كرهتموهم ماذا نقمتم منهم ما نقوم منهم إلا أن يقولوا رب الله فقط لأنهم قالوا نريد ديننا نريد شرعنا ولا بد أن نقوم مع أدونا لا نسنع له بدخول أرضنا من هذه المقولة ومن هذا المبدأ كرهتموهم وقدتم الإخوان وما الإخوان وهذه التصنيفات التي لا حصلها طيب فبالتالي يعني كلامنا لأهل فلسطين نقول لهم يعني رحم الله شهدائكم وتقبلهم عنده في الشهداء ورفعهم في العليين وشفى الله تعالى جرعاكم ورد إليكم يعني أموالكم إن شاء الله سيأتيكم تخيلون الآن الشعوب تجمع في أموالها وستأتي إن شاء الله الدعم هكذا لكم وبعض الدول الخيرة التي ما فتئت تنفق وتعطي موجودة بعض الدول الخيرة في أرض الإسلام ونسمي منها مثلا قطر قطر كانت دائما تنفق وتأتي في التعمير في الكهرباء يعني في الوقود بالاستمرار في المساعدات يعني مئات الملايين وهي تعطي فعلى الإخوة أيضا يعني في السعودية لماذا تصنعون بالمال اعطوه لإخوانكم من كل المسلمون لأن الحديث من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم وهؤلاء مسلمون لا أحد يقول أنهم غير مسلمين هم مسلمون أوذوا في ديارهم وضربوا ومنعوا من الخروج حتى من يخرجوا هاجئا من أرض إلى أين يذهب من سيستقبله وأين سيعيش يعني كأن الدول من حولي أعداء فبالتالي هؤلاء الناس يعني أقل ما في ما في الأمر أنك تضغط ضغط قوي على العالم الغربي على أمريكا وغيرها مصالحة عندكم مئات أقول مليارات المليارات تأخذها من بلادنا كلها تأخذها في مقابل تجارات وتسليح وتسليح وغيرها وهكذا مئات المليارات آلاف المليارات لو قلتم لا نريدها يعني تشتروا السلاح من أمريكا ماذا تصنعون به من ستحاربون هل عندكم من عدو أيها الحكاب هل عندكم من عدو ولا تحاربون بعضكم فقط ما عندكم عدو آخر يريد أرضكم يريد أن يحتل لكم إلا إسرائيل فقط فكيف جنوشكم بقواتها وبساحة تحمل إسرائيل هذا لا يكون ليس بها المنطق الأمر الآخر أننا رأينا العالم الآخر يعني يغار لبني قومه أو بني دينه ويأتي ويدخل ويحارب ويقاوم ويتكلم وينازع وينافع في المجامع الدولية لكنه ويتكلم دفاعا عن هؤلاء ويقول هؤلاء المستلعفون فإذا كنتم أنتم لا تقوم بهذا الدور أقل ما في أنكم تقوم بهذا الدور تقول هؤلاء المستلعفون هذا شعب شعب أعزل تضرب البيوت لماذا تضرب البيوت تدمر البيوت لماذا على رؤوس أهلها تدمر البنية التحتية الطلق لا لا تصدع الشوارع لا تصدع حتى لسيات الإسعاف الدواء غير موجود الأكل غير موجود من يطعمهم من يطعمهم فبالتالي يعني يعني على أهل الأموال وعلى حتى الدول التي ليس عندها ذلك اسمها الدقل الكبير لكن تقطع تقطع من ما عندها وتطعم أخاه هكذا المسلم هكذا المسلم يعني يقطع من من قوته ليطعم أخاه المسلم والله لو أن كل حاكم في بلاد العرب أولا وفي داستان وقف وقال سأعطي من أموالنا خمسمائة مليون مثلا لفلسطين لا الناس صفقوا واحتفلوا به ورفعوا على رؤوسهم لن يقولوا له لا ما تعطي فلوسنا هم يقول لا تعطي فلوسنا لا تقوذها أنت وأولادك والمحصوبين عليك لا تعطيها للآخرين في تجارات لا تصدع في سلاح ماذا نعمل به هكذا لكن لو قال نعطيها لفلسطين ستصفق له الشعوب وسا تعتبره هذا يعني بإنسان وطني وهذا من أحسن الناس ويتبسكون به لكنهم لغبائهم لا يصنعون إلا ما يجعل الشعوب تبثهم أكثر وتكرهم أكثر هذا من الغباه اصنعوا شيئا تحبه شعوبكم تحركوا وتكلموا واجعلوا يعني مواقفكم نابعة مما تريده شعوبكم إن أردتم أن تبقوا فيها فلو فعلتم ذلك لبقيتهم أنتم وأبلادكم ملوك فنسأل الله تعالى يعني لإخواننا في فلسطين يعني أن يلهمهم الصواب وأن يثبتهم وأن يصبرهم وأن ينصرهم وأن يدمر عدوهم وأن يصوب ضربهم وأن يسدد رميهم إن شاء الله سبحانه وتعالى اللهم آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر